أن حيث أعلنت وزارة ودفاع الوطني بأن تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية المتعلقة بالمواطنين البلعين ثلاثين سنة فما فوق إلى غاية الحدي وثلاثين ديسمبر 2014 أي المولودين من سنة 84 تسعمائة وألف وما قبل من قبل سيد الرئيس الجمهورية القائد الأعلى القوات المسلحة وزير الدفاع الوطني تتواصل في ظروف جيدة وبهذا الصدد ومنذ بداية هذه العملية إلى غاية الحدي وثلاثين ديسمبر 2017 ارتفع عدد المواطنين الذين استفدوا من الإجراءات الرئاسية خلال فترة ثلاث سنوات إلى مائتين وثمانية واربعين ألف وخمسمائة واثناني واربعين مواطنا من بينهم ثلاثة ألف وخمسمائة وخمسمائة وثلاثة 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 واصبعين مقيمة بالخارج وفي طار نفس التدبير وفي ذات الفترة تم تسوية وضعية سبعمائة وستة وسبعين ألف وسبع Moscow 1989 متأخر من الدفاعات قبل سنة 2014 هذا وتنهي وزارة الدفاع الوطني إلى علم المواطنين بأن مراكز ومكاتب الخدمة الوطنية في ولاية الوطن تواصل استقبال الأشخاص المعنيين ليتكفل بهم بسرعة المطلوبة وهذا بصرف نظر عن جذاول المرور المحددة مسبقا